اشهد السفراء والمندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية اشهدوا بالاستعدادات الكبيرة والتحضيرات عالية المستوى والتي تقوم بها مملكة البحرين استعدادا لاستضافتها القمة العربية المقبلة منتصف شهر مايو معربين عن ثقتهم بأنها ستكون قمة استثنائية في اهميتها ومكانتها وموضوعها نظرا لما تشهد المنطقة العربية والعالم من احداث متسارعة جاء ذلك خلال لقاء سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالسفراء والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة واكد السفراء والمندوبون الدائمون ان هذه الاستعدادات والتحضيرات التي تجري على قدم وساق تعكس اهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في انجاح هذه القمة الاستثنائية كونها تأتي في توقيت حساس للغاية تواجه فيه الدول العربية الكثيرة من التحديات وهو ما يجعل الشعب العربي الكبير من المحيط الى الخليج يعول على اهمية القمة العربية المقبلة في مواجهة تلك التحديات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر